بدأ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش مشاورات مع أضاء مجلس الأمن بشأن تعيين الإيطالية السويدي ستفان ديمستورا منبعوثا شخصيا له إلى الصحراء المغربية وفي حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء قال عمر هلال السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة أنه تم التشاور بطبيعة الحال مع المغرب مسبقا بشأن هذا التعيين وقد أبلغ المغرب موافقته لجوتيرش وتأتي موافقة المملكة انطلاقا من ثقتها الدائمة ودعمها الموصول لجهود الأمين العام للأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي وواقعي وعملي ودائم ومتوافق بشأنه للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية وأضاف هلال أنه بمجرد تعيينه يمكن لديمستورا أن يعول على تعاون المغرب ودعمه الثابت في تنفيذ مهمته لتيسير التوصل إلى تسوية لهذا النزاع الإقليمي وفقا لقرارات مجلس الأمن منذ 2007 والتي كرست مسلسل الموائد المستديرة مع الأطراف الأربع المشاركة فيه وفقا للمعايير المحددة من جانب آخر قال هلال بشأن الوقت الذي استغرقه تعيين مبعوث أممي جديد أنه كان على الأمين العام أن يجد المرشح المؤهل الذي يتمتع بمكانة دولية لاستئناف العملية السياسية من حيث توقفت مع هورست كولر وهذا ليس بالأمر اليسير يضيفه هلال ويعد ديمستورا من الفاعلين المحوريين في جهود الأمم المتحدة للتسوية السلمية للنزاعات حيث عمل في دول عدة كسوريا وأفغانستان والعراق وأفريقيا وأضاف هلال أن خبرة ديمستورا الدبلوماسية الدولية الطويلة بالإضافة لأصوله المتوسطية التي بلورت معرفته العميقة بمشاكل هذه المنطقة واستعابه للتهديدات الأمنية وزعزعة الاستقرار في شمال أفريقيا فضلا عن استقلاليته وحياده سوف تساعده كثيرا في تيسير العملية السياسية المتعلقة بهذا النزاع الإقليمي